وبالعودة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ ليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن تنظيم علاقات العمل كشفت وزارة العمل بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين عن تفاصيل مرسوم القانون انطلاقا من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة أعلن معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل الجديد الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه يعد الأكبر تحديثا في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة للكشف عن تفاصيل القانون الذي يعد استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة في ظل منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثدي مع المتغيرات التي يشدها العالم الحقيقة والتعديلات التي تمت في القانون مرتبطة أولا ذكرتها وعيدت تأكيدها لموضوع تعزيز المرونة بإدخال منظومة جديدة من أنماط عمل جديدة في سوق العمل في دولة الإمارات تمكننا من استقطاب مواهب وكفاءات ذات مستويات مهارية ومعرفية أرفع كذلك المرونة المتاحة لمواكبة المستجدات والمتغيرات بحيث يمكننا إدخال أي تعديل مطلوب لتنظيم السوق بصورة أكثر تجاوبا مع هذه المتغيرات ومحاقة لأنه غاية إدارة السوق بصورة أكثر ديناميكية وكذلك أيضا تم تحديد بصورة واضحة في القانون مسؤوليات صاحب العمل وحقوقها وكذلك في ذات الوقت بصورة واضحة وشفافة أيضا التزامات العامل وحقوقها ومن أبرز التعديلات الجديدة في القانون والتي تعتبر معززة لمرونة وسهولة الأعمال استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتهم وإنتاجيتهم بأقل التكاليف التشغيلية كما أن هناك أنماط جديدة سيتم إدخالها تحقيقا لتطلعات أصحاب العمل والعاملين على حد سواء هناك أنماط عمل طب يدخلها في القانون منها طبعا غير الدوام الكامل هناك أيضا العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن وفي اللائحة ستكون هناك أنماط أخرى والغرض الأهم أنه يمكننا إدخال أي نمط آخر نرى مناسبا أيضا في سوق العمل منها لا شك سبوع العمل المضغوط الذي يتيح للعامل بالاتفاق مع صاحب العمل على أنه يعمل عدد ساعات العمل المطلوبة ومنه في عدد أيام أقل وبذلك يعزز قانون سوق العمل الجديد تنافسية الكوادر الإماراتية وتمكين المرأة في سوق العمل كما يضمن المرسوم حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن لما يوفره من الحماية للطرفين وتحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى دعم القدرات والمهارات للعاملين في هذا القطاع إذن سيعمل قانون سوق العمل على إعداد لائحة تنفيذية من شأنها تنظيم ممارسات تطبيق أحكام القانون الجديد بما يتواكب تطلعات المراحل الجديدة لسوق العمل في الدولة لأخبار الدار فايزة ضنحاني